النهاردة حدروح كده في جولة في أفكار حسن البنة الإرهابية وإزاي نعاكست هذه الأفكار على ممارسات جماعته وهل اختلف نهج الجماعة قديماً وحديثاً أم أنه مخطط واحد لا يتغير تفاصيل أكثر اسمحوا لي أرحب طبعاً بيضاي فيه دكتور جمال شقرة أساذة تاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس موسوعة كبيرة في هذا المجال أهلا بحضر لكم ورحمة الله على السلامة الله يسلمك حوادث في الطريق على ذكر بقى حسن البنة فلازم يؤديك أنا عرصة لا معلش أهلا بيكي وأهلا سهلا من أين نبدأ؟ من اغتيال حسن البنة ولا من 1928؟ من 1928 تأسيس الجماعة الإخوان الإرهابية 1928 خلييني أقول لحضرتك أنه يعني عشان محدش يتصور أن احنا يعني بنحتفل بهزيل مناسبة لا احنا بنفكر الناس علشان ده تاريخ ما يعديش أبداً نحن بنفكر فعلاً أو بنقلب في تاريخ الجماعة علشان الناس تعرف أنها جماعة كان هدفها السلطة وأنها جماعة لها أفكار متطرفة وإرهابية الجماعة أسسها سنة 1928 وطبعاً يعني الادعاء بأنها جماعة دعوية فقط هو البداية يعني البداية أنه دي جماعة بتدعو لأعادة الإسلام إلى سيراته الأولى ولكن هي استمدت أفكارها من أفكار متطرفة وبالتالي وهنا على فكرة مسألة مهمة قوي بالنسبة لشبابنا أي نص في الدنيا من الممكن أنك تقرأه وتكون على يمينه قوي فتبقى متطرف أو تكون على يسار هذا النص أو برضو تكون متطرف أو تكون معتدل فأفكار الجماعة من البداية أفكار دموية ده أنا عايز أقول لحضرتك أنه أفكار إرهابية ودموية يمكن أقول لحضرتك أنه أبو حسن البنة نفسه ما كتب في جريدة النزير تجدي أنه هو يعني الألم بيقتر دم ويعني أنا جبت النص قبل كده بس يعني هقوله باختصار أنه شايف هو أنه المجتمع منحرف وأنه الشباب منحرفين وأنه لازم نقوم هذا الشباب عظيم جدا هو بيقول لشباب الجماعة انزلوا إلى الشارع اللي تجدوهم من الشباب يعني ممكن تقويمه جرعوه الدواء وجرعوه الدواء هنا ده فعل عنيف أصلا يعني مش مسألة أنه ادي له دواء أو ارشدوه أو سعدوه ادي له علموه مبادئ وقيم الإسلام الوسطية لا جرعوه الدواء يعني من العنف طيب إذا يعني لم يستجب كان حالته ميقوسة منها هنا بقى ده يبقى إيه ابتروه باتر وأعتقد أنه من البداية كده لما يبقى فيه باتر ولما يبقى فيه تفسير للقرآن تفسير يعني عنيف بشكل ده وده مش موجود أبدا في النصوص القرآنية مثل هذا العنف يعني لكم دينكم وليا دين وفيه كلام كتير أو ممكن يتقال هنا لكن أنت عملت نفسك مصلح وانت أصلا أساستك جماعة أساستك دولة الاحتلال علشان تحطك كبديل يعني هو تأول تمويل خده حسن البنة خده من قناة السويس خده من دولة الاحتلال شركة قناة السويس قبل ما نوصل للناحية دي لأنه هو دايما ما بتكتب في تاريخ حسن البنة بيقال أنه كان الهدف الأساسي بناء هو كان دايما بيقولها كده بناء فرد مسلم ثم عائلة مسلمة ثم مجتمع مسلم ثم دولة مسلمة ثم الخلافة ثم العالم أجمع حلو أهم حلو هو ده فكره لكنه لم يصل له يتحايل يتحايل ويتحالف مع الأعداء حتى يصل إلى هدفه ولكنه في الآخر اغتيلة بيده بيد من صنعهم تمام اغتيال ولا مقتل لا أجواء هم قتلوا عشان التاريخ برضو نعم اغتيال كويس لا لا احنا نكتب في التاريخ نكتب اغتيال حسن البنة اغتيال حسن البنة ولا نكتب مقتل حسن البنة اغتيال أشد شوية لأنه بيلعب سياسة فهو اغتيال سياسة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة لطيفة قول منهم فيهم يعني هم نفسهم ومبكرا بينتقض بقى الكلام اللي حياتك قلتيني ده مش اللي انت قلتيني اللي حسن البنة قاله فهو جماعة دعوية كويس قوي لكن لما واحد من الجماعة بيسائل حسن البنة تحدث أول فتنة في تاريخ الجماعة هو بيسأله وطبعا المؤرخ المعتمد بتاع جماعة الإخوان المسلمين هو اللي كاتب الكلام ده وبيقول إن دي أول فتنة بس هو بقى بيفسرها بترقيته إنه هي يعني فتنة بين ملايكة يعني فتنة من أجل الإسلام كده لكن هذا العضو من أعضاء الجماعة اسمه أحمد ريفعت على ما أظنه أو محمد ريفعت طبعا التاكسي والدوشة اللي أنا جاي بينها دي هتلاقوا بك تتيله لا معلش أنا معي مركزات بركزي معي بيسأله بيقوله أنا عايزة يعني أستفصل منك بيواجه حسن البني إنت قلت إن إحنا عايزين يعني ننشر القيم الإسلامية ويعني نعمل توعية للشباب وقلت لنا إنه نزلوا الشارع وعزوا المتبرجات ما عملناش حاجة أو إنت مدتناش إيه ما هو التاني برضو عنيف هو كمان ما هو عضو في الجماعة يعني كادر يعني كادر فإحنا ما عملناش حاجة إنت لو كنت قلت لنا شو في بقى أسلوب تغيير الفسق والمجون اللي هم تصوروا يعني أو هم بيتكلموا عنه على إنه فسق ومجون وإحنا نتكلم في مجتمع كان الليبرالية منتشرة في العالم كله في الوقت ده في حرية واللي يلبس يلبسه فهو بيقوله إنت لو كنت قلت لنا إحنا كنا جيبنا الحبر الشيني والحبر الشيني ده من نوع من أنواع الحبر الزمان لما يجي على ضو ما بيطلعش كنا جيبنا الحبر الشيني ونزلنا الشارع ولطقنا به السيدات وبالتالي مش هعملوا كده تاني إنت ما أمرتناش بكده ومال فين بقى مسألة تغيير الأخلاق بتاع السدات الفاجرات دول أدي مواجهة الحاجة التانية هو بيواجه مواجهة هنيفة جدا على فكرة بيقوله إنت عملت الجوالة اللي هو التنظيم السري التنظيم المسلح وقلتنا إن إحنا هنحارب اليهود إحنا عملت كدس أسلحة في المؤطم ومدتناش أوامر إن إحنا نحارب اليهود ومال إنت الأسلحة دي كلها بتخزينها ليه والتنظيم ده السري ده اتعامل ليه بيقوله حاجة تالتة إن إنت بتقول إن الملك وحتعادي الملك إنت بتبوس إيد الملك ففين أفكارك دي من أرض الواقع دي أول أزمة فأنت عارف عمله فيه إيه حنستخدم التعبير الجن نو يعني هما قتلوا بإن هما اضطروا إن هو يعاني من الوحدة كلما قدوا تعليمات يعني لما يدخل مكتب الإرشاد محدش يرد عليه السلام ابعدوه بعيد خالص عنكم بس هو ما حصلش بقى كده ما حصلش إن هو توحد وانفرد على طول لا ده هو بدأت تجيله هلاوس هو كمان وادعا إنه النبي بيجيله وإنه بيعز من النبي وبيأكله وبعدين النبي يقول له قوم يلا صلي بينا انت بقى فجات له حالة من حالة الارتباك والهلوسة وانتهى الأمر بيه إنه طلع على القدس ومات هنا أنت هنا بس بدون دخول بقى في تفاصيل عشان ما نزعكش المشاهد طيب ما هي هذه المبادئ اللي أنت بتتكلم عنها واحد من الجماعة نفسه بينتقدك بيقولك أنت ما نفستش هذه المبادئ أخطر ما في الانتقاد أنت بتجمع هذه الأسلحة وبتدربنا في المؤطم على فك وتركيب المسدس وإطلاق النار على مين مين الأعداء اللي أنت يعني بتخطط أن إحنا ما رحناش خدس ولا حررنا الخدس ولا أي حاج عايزة أقول لحضرتك بس هم وصلوا هناك هم كان لهم أبريع في مراتين لا ده في 48 بقى ده موضوع تاني وليس بكل ما عايزةك توصل للجريدة دي إيه حقيت الجريدة اللي هم كانت الزراع بتاحهم عشان يتوسعوا ويوصلوا له في روح أقول لحضرتك طبعا هم لأن حضرتك قلت أن هم مش جماعة بتسع لي الخلافة ولذلك مبكرا ودي مسألة برغو عشان كنا كنا بنسمع موضوع ده في الفترة السودة اللي احنا أورنا بيها آه طبعا سنة السودة رجعت لنا تاني موضوع ده وعلى فكرة مسألة وهمية ومسألة يعني ليس وراها نص في القرآن وحتى يعني في الزمن الخلافة كان عندنا في فترة فيه ثلاث خلافات يعني الخلافة الأموية في الأندلس والخلافة العباسية والخلافة الفاطمية في مصر وعمر المسلمين ما توحدوا وهذه مسألة صعبة بتقف أمامها عقبات كثيرة جدا فلكن هو بيلبس طوب الخلافة على أساس أن يبقى خليفة 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 الرسول عليه الصلاة والسلام كده يعني لكن هما ليهم أغراضهم الأخرى يعني عايز أوسأ أقول لحضرتك أنه مبكرة هما متأسلمين هما بيدعوا الإسلام ولكنهم لا يتبقون أحكام الإسلام بالصورة حقيقية طبعاً ده أنت لو بحثت عن مخاذيهم وعن مرتكبوهم من أفعال لا طريق أبداً بحدهم بس هما القيادات عرفة لكن للأسف الناس اللي هي بيتم بقى جذبوهم لهذا التنظيم حلوة تعبير جذبوهم ده يعني أنا هاخد من حضورة تعبير جذبوهم كان حسد البنة يمتلك عشان ما أما الناس يسأل وانتشرت ليه بسرعة كان يمتلك سحر فيما يتعلق به خطبه وكان ناجح جداً في أنه هو كداعية وهما يسموه داعية كان ناجح في أنه يوصل الأفكار الإسلامية البسيطة يوصلها الناس أفكار الدين يوصلها لكن وراء هذا فيه بقى أهداف أخرى ومن وصائقهم وما ممكن نستشف فعايز بس إجابة على سؤال حضرتك الثاني من بدري قوي عشان هما حركة دعت أنها حتتعمل خلافة وتبقى عالمية بدأهم يخرجهم خارج مصر ويمكن كتاب إسحح موسى الحسيني اللي بيكلم عن الجماعة ككبرى الحركات الإسلامية هو عنوانه كده بيرصد إزاي أنه هما بدأهم يخترقهم دول كثيرة جداً ويأسسوا فيها يعني خلايا ليهم ويأسسوا في روع للجماعة وليس دول عربية بس دول غربية ودول غربية ودول في أسيا وهنا الاختراق ده ثبت بقى من دراسات ومن وصائق أخرى أنه كان بتموله المخابرات العالمية لخدمة أغراضها ودي خطورة الجماعة ده المثلث اللي حددك أشرت عليه في أحد كتبك اللي هو المثلث القاعدة الإخوان أمريكا تمام يعني ما هما الأول بريطانيا بعد كده بتيجي الولايات المتحدة الأمريكية وبتشتغل على